اشتركوا في القناة خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالعفو عن 457 محكوما بناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم تأكيدا على نهج جلالته في المحبة والتسامح والمستقبل الأفضل والحياة الأجمل لكل المواطنين فجلالته عودنا دائما على قلبه الكبير المشع بنور المحبة وحرصه على توحيد كلمة أبناء البحرين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم ومللهم والسير معا وبيد واحدة نحو أفق المستقبل لمملكة البحرين انجازات رائدة أصبحت مثالا واحتذبا في كل المجتمعات وكل خطوات سيدي جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه والحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه خطوات مباركة موفقة لتلبية طموحات وأمان الشعب الوفي الذي يجدد لجلالته يده الله البيعة وكامل الولاء والعمل بجد وإخلاص وتفانن رفع اسم البحرين عاليا بكل الفخر والاعتزاز أرى جميعا بشيئات يعني أرى جميعا بشيئات هناك وكامل حينما